مرحبا مواليد برشالشاوزاء معكم كارمي شماس كيف بده يكون الأسبوع من الثانين سبع وشرين للاحد خمسة أدار مارس شوفي عنا بهذا الأسبوع يبدأ هذا الأسبوع بخبر حلو وهو أنه الأمر موجود ببرجكم لذلك مواليد برشالشاوزاء أنا بعتبر أنه هذا الأسبوع مع أنه هو نهاية شهر شباط فبراير لكنه هو بداية لانطلاقة شهر أمري كتير حلو وكتير مهم لألكم مواليد برشالشاوزاء هذا الأسبوع هو عالميا هو أسبوع كتير مهم وكتير دقيق لأنه في عليكم نشاط كتير كبير ولأنه كوكب المريخ موجود ببرجكم بدي أقل لكم أنه تعاملوا مع الأمور بكتير هدوء وبطول بال بكون طولوا بالكم طاقتكم كتير كبيري كتير كبيري هالأسبوع ما بكونوا تحوصوا الحوصة بنخليها على جنب منبلش الثانين والثالاتة آخر يومين بشهر شباط فبراير الأمر وين موجود ببرشالشاوزاء كوكب المريخ وين موجود ببرشالشاوزاء مواليد برشالشاوزاء هذول اليومين ما رح قول حاسمين حاسمين لأنه الأمر ببرشكم وهو الضوء الأخضر لذلك بعتبر مواليد برشالشاوزاء بهذول اليومين لما كل العالم يكون عم تنهي أمور أنتوا في احتمال لكم تنهوا وتبدأوا شيء جديد القرار طبعا بييدكم لما الأمر بيكون ببرشنا معناتها أنتوا بتكونوا حاسمين وجود الأمر في برشالشاوزاء أول شيء بيحسم أمور تعبتوا فيها في اليومين السابقين يعني عم بحكي عن عطلة الأسبوع فينا نحكي عن جمعة سابت واحد يلي كانوا فعلا مزعجين هلأ الثانين والثالاتة أنتوا بتلحقوا بتاخدوا الأمور اللي بتكون إياها ومش بس بتاخدوا الأمور بتكون إياها أنتوا بتحطوا حجر أساس لشهر على الأقل لشهر مقبل والأمور اللي كانت محيرتكن ما بتعودوا محتارين فيها بتاتا الأربعة واحد أدار الخميس اتنين الجمعة ثلاثة الأمر موجود البيت الثاني عندكم في برش في بيت المال في برش السرطان يلي عم بيشكلوا بها ثلاثة أيام الأمر عم بيشكل مثلث فلكي مائي مع الشمس لذلك بالنسبة لأيكم أنتوا هلأ الشمس أنا ما رح أحكي عن هالموضوع أنا حكي ببرشكم الشهر حكي عن تأثيرات الشمس في برش الجوزاء يلي هو أعلن نقطع عنكم دائرة الفلكية هي فترة كتير مهمة هلأ هيدا المثلث من الأمر هو مثلث من البيت المال يعني فيه احتمال أنه مواليد برش السرطان مواليد برش الجوزاء بهتلاثة أيام يناقشوا مساء المالية ورح بتكون الأمور تحت الأضواء وكأنه قضية كتير مهمة وكأنكم أنتوا مضطرين تحكوا فيها وبتقدروا تحكوا فيها ومعقولي تكونوا منتصرين الشطارة عنكم مواليد برش الجوزاء أنه ما تكتروا كتير حكي بالطعمة كونوا عارفين حالكم كوكب المريخ معقولي يسبب وجعة راس إذا أنتوا تسرعتوا فقط لغير السبت والأحد أصلاً الجمعة الساعة خمسة وثلث مساء عن توقيت بيروت يعني تقريباً من الظهر يلي عم بيتابعني من القارة الأمريكية الأمر بيروح لبرش الأسد ترتاحوا السبت والأحد كل نهار الأمر ببرش الأسد ليش بحب الأمر ببرش الأسد لمواليد برش الجوزاء لأنه طاقة القمر مش مولود برش الجوزاء طاقة الأمر من برش الجوزاء بتعطي مواليد من برش الأسد بتعطي مواليد برش الجوزاء انفتاح بتعطيهم هيبة حلوة كاريسما حلوة هضامة ونوع من في تشارم في سحر عن كونية كتير حلو بالكلام بالحكي بالمشوي بالطريقة اللي بتحكو فيها لكن كوكب المريخ أنا بخوفني لأنه أوقات بتحكو كلام تحت تأثير كوكب المريخ تتسرعوا وبتنزعوا هالطاقات لذلك كونوا من تبهين نصيحة لموالي بوشل شوزاء نصيحة خلصوا أشغال هذا الأسبوع ما تنطروا للتنين والتلاتة تأثيرات الفول مون كونوا حذرين مواليد 9 إلى 13 حزيران يونيو هذا كوكب المريخ ببرجكم وهذه هي آخر تأثيرات لهذه المواليد من كوكب المريخ فمش أنه يا رايح كالتر أبيح طولوا بالكم بدي أتمنى لكم أسبوع حلم نلتقم على الأبراج اليومية والشهرية أيضا إلى اللقاء باي باي